قال باب ما جاء في حث الإنسان على نظره إلى من هو دونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم متفقون عليه هذا الحديث حديث عظيم حقيقة يعطي قاعدة في حياة الإنسان مهمة قال انظروا هنا للإرشاد النظر المراد به بالبصيرة لا البصر نعم إلى من هو أسفل منكم يعني في أمور الدنيا من جاه ومسكن ومركب ودخل مالي ونحو ذلك وخرج بذكر المال نعم ما إذا نظر لمن فضل عليه في العلم والدين والاجتهاد فإنه قال بعض العلماء ينظر إلى من هو أعلى منه في العبادة والدين والاجتهاد في العلم والخير والإغاثة الناس وما شابه ذلك لكن للشيخ محمد تقرير في هذا بنتكلم عنه إن شاء الله بعد شهر وكلامه جميل يعني سنتطرق له بعد إن شاء الله قليل قال فإنه أجدر يعني أليق وأحرى ألا تزدروا تحتقروا أو تعيبوا هذا الحديث اجتمل على وصية نافعة كلمة جامعة لأفعال أو لأنواع الخير وهو حقيقة فيه وصاية الوصية الأولى أن ينظر الإنسان إلى من هو دونه وأقل منه في أمور المسكن والمركب والملبس الدخل الصحة الخلقة وغير ذلك وهذه يفيدك فائتين عظيمتين الأولى أن تستعظم وتستكثر ما أعطاك الله جل وعلا من الخير يعني لو وضعناك الآن في بلد ما يمشون إلا بالإبل وبهيمة الأنعام ثم جبناك ومعك سيارة بعشرين أو بثلاثين ألف ستقول أنا في نعمة عظيمة وضح يا أخوان فتستكثر ما أعطاك الله ولا شك أن كون الإنسان يرضى بما أعطاه الله جل وعلا أن هذه نعمة عظيمة للإنسان والأمر الثاني الفائدة الثانية أنه إذا نظر إلى من هو دونه تطمئن النفس ويرضى الإنسان بما قسم الله جل وعلا الوصية الثانية ألا ينظر الإنسان إلى من هو فوقه في أمور الدنيا سواء كان في منزله سيارته مرتبته في الشركة أو في الوزارة أو الهيئة أو الجمال أو غير ذلك لأن من نظر إلى من هو فوقه يخشى عليه من أمور مكروهة أولها أن يستقل نعمة الله جل وعلا عليه ويحتقرها نعم الثاني أن يتعب ويتعب نفسيته ولا يزال يعيش مهموما لأنه يريد اللحاق بمن فضل عليه من أمور الدنيا الثالث أنه قد ينشأ عنده شيء من الحقد نعوذ بالله والدنيا لا تنظر إليها لأن مثلنا يا إخوان في الدنيا مثل واحد ماسك الخط المكة في توبيس كاننا في توبيس فلما نزلنا في المحطة جاء واحد قال أنا كرمكم الله من يسوع بدخل دورة المياه قال الثاني أنا بأدخل بقالة بأخذي قال واحد لا أنا بأبني لي في ذا قصر كنا له يا بالحالة ترى الدنيا حنا بنوقف بنعبي بنزيم نصف ساعة بيريحون الناس ويمشون قال لا أنا أبغى أكثر الأموال هنا أنا أبغى أبني لي قصر أنا أبغى أحسن مكان يعني بالحالة له كلها عشرين دقيقة الدنيا كن في الدنيا كأنك غريب أو إيش عاوة كان ما استضر لها بظل الشجرة ثم ذاهب و تركها نعم فالإنسان يعني هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم توجيه عظيم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو إيش أعلى منكم هنا الشيخ محمد رحمه الله طبعا جمع من أهل العلم قالوا أن المراد أمور الدنيا أما أمور الآخرة وأمور العلم لا انظر إلى من هو أعلى منك أمور العبادة انظر إلى من هو أعلى منك الشيخ محمد رحمه الله من ثم يقول لا سواء كان في أمور الدنيا أو أمور الدين قال القاعدة في هذا إذا كان المقصود النظر إلى ما أنعم الله به من مال وبني وعلم وعبادة وعمل فالنظر إلى من هو أسفل مطلقة أما أنت تبغي يسير عندك همة شوف اللي أعلى منك في العلم والعبادة وضح قال لأن الأمر ينظر فيه من ناحية نعمة الله على الأبد انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم فإن ذلك أجذر أن لا تزدروا نعمة الله وضح يا أخوان طيب هو أرجع الشيخ رحمه الله قال إلى الحكمة التي من أجلها أو العلل التي من أجلها بني الحديث قال أن لا تزدروا نعمة الله عليكم طيب الحديث الذي بعده قال عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب أنا أخذ الحديث طويل شوي أنا أود أخره شوي لأن الآن بقي على الوقت اللي طلبته قلت الآن تقريبا عشر دقائق خلونا نأخذ الحديث اللي بعده في العشر عشان لا يتقطع الفقه الحديث لأن هذا حديث مهم كلها مهمة لكنها مترابط خلوه بعد المغرب بعد شوي قال وعلم المسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب ما جاء في ناهي الاثنين عن التناجي دون الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجع اثنين دون الآخر حتى تخترطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه متفق عليه واللفظ المسلم هذا الحديث يدل على أن أولا التناجي هو التحدث سرا والمراد بالتناجي هنا أن يتحدث شخصان سرا بحيث لا يسمعهما الثالث يعني لا يدري ما يقول وإن سمع بعض الكلمات وفي معنى هذا أن يتحدث بلغة أجنبية لا يفهمها هذا لا يجوز فإذا كان معك مثلا اثنين في الغرفة في السفر كلاهما يتكلمان بلغة غير لغتك ولو كانوا من بلدك مثلا اثنين يتكلمون باللغة الإنجليزية أو الفارسية أو الأردية أو يتكلمون بهذه اللغة وأنت لا تفهم لا يجوز ما دائمكم ثلاثة لأن العلة موجودة من أجل أن ذلك يحزنه وخص الثلاثة بالذكر لأنه أول عدد يتصور فيه ذلك المعنى وإلا فلو تناجع عشرة دون الحادي عشر ما يجوز ما يجوز طيب قال حتى تختلط يعني يختلط الثلاثة بالناس بحيث يكثر العدد ويتمكن كل واحد من وجود من يناجيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة قال من أجل أن ذلك يحزنه تعليل للنهي وهو بضم يعني يحزنه والمعنى أن حكمة النهي عن تناجي اثنين ترك الثالث هي أن الثالث يحزن إما لاعتقاده أنهما لا يريانه أهلا لمناجاتهما وهذا إذا أحسن الظن بهما أو لاعتقاده أن هذا التناجي من أجل تدبير شيء يسوءه وهذا إذا أساء الظن بهما الحديث يدل على كمان الشريعة وعنايتها بمكارم الأخلاق وحرصها على كل ما ينشر المحبة بين المسلمين المسألة التي تليها الحديث يدل على النهي وظاهر النهي للتحريب طيب المسألة التي تليها لا فرق بين الحضر والسفر لأن بعض أهل العلم خصص قال قول الجمهور يعني بعض أهل العلم قال قد يكون السفر أعظم من أجل أن الخوف فيه أغلب عن المر والوحش إليه أسرع نعم لكن الأمر عام المسألة التي تليها محل النهي عن التناجي إذا كان الثالث معهما في ابتداء النجوة إذا كان الثالث معهما في ابتداء النجوة فأما إذا فرض اثنين فتناجيا ثم جاء الثالث أثناء تناجيهما فليس عليهما قطع التناجي لأجله لأنه داخل عليهم هما تناجوا ابتداء بدونه وضح لعدم وجود هذا المعنى في الدفية الحديث لكن كونكم ثلاثة في السيارة ثلاثة في البيت جالسين مع بعض مجتمعين في المجلس وتجي وتهمس في أذن واحد دون الثالث لا لكن أنت تتكلم سرا مع فلان أنا أتكلم معك سرا ودخل للآخر وقال لا لا يتناجع اثنان دون الثالث الآن نجاسين نتكلم من قبل عندنا موضوع معين نتكلم يعني أنت دخلت معنا في نصف الكلام فالآن لن تفكر أننا سنصنع بك أو أنك ما تصلح أو وضح فالمقصود البداية إذا كانوا مع بعض طيب الأمر الذي المسألة التي تليها محل النهي أيضا إذا كانوا ثلاثة أو أربعة دون الخامس أو ثلاثة دون الرابعة أو ثلاثة دون الثالث أما إذا صاروا جماعة في مجلس تناجع اثنين من هنا والمجلس مليان فما فيه إشكال ما فيه إشكال طيب ذكر بعض أهل العلم أن طبعا الحديث عام لا يتناجع اثنان دون الثالث لكن بعض أهل العلم ذكر أنه إذا رضي هذا الشخص بأن يتناجع فإن هذا لا يضر قالوا لأن ذلك لا يحزنه لأن ذلك لا يحزنه قال وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا متفق عليه فيها سيلة يا أخوان قبل ندخل بالحديث سميشة والله ما أشوفنا إذا تناجيتم فلا تتناجعوا بالإثم ودوان المعصيد وتناجعوا بالرؤية تقعد ما أشوف الله ارتباط بالحديث لكن ما يمنع أننا راجع نشوف يمكن ذكر الحديث فيها أو لا ارتباط لكن ما لا ما أشوفه فيه التناسب يعني إنما النجوة أم الشيطان الله أعلم الله أعلم نعم طيب ولكن تفسحوا وتوسعوا في سؤال يا أخوان قبل أن ما فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا متفق عليه هذا الحديث يراد به الرجل والمرأة جميعا لا يقيم الرجل الرجل ولا تقيم المرأة المرأة ولكن تفسحوا وليقل الرجل لأهل المجلس قال بعض العلماء تفسحوا وتوسعوا قال ليقل الرجل لأهل المجلس تفسحوا وتوسعوا وقال بعض العلماء لا انضموا بعضكم إلى بعض حتى يفضل في آخر المجلس مكانا للداخل والقول الثاني يظهر هو المتوجه قال بعض العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم تفسحوا وتوسعوا المعنى ليقول الرجل لأهل المجلس تفسحوا وتوسعوا وقيل إن هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للجالسين في المجلس عند دخول أحد عليهم بالتفسح والتوسع والقول الثاني أرجح طيب لا يجوز للمرء المسألة التي تليها لا يجوز للمرء أن يقيم غيره من مكان ثم يجس به هذا ظهر النهي في الحديد فمن سبق إلى موضع مباح في مسجد أو غيره لصلاة أو غيرها من الطاعة فهو أحق به ويحرم على غيره أن يقيمه المسألة التي تليها أن الرجل أحق بمكانه ما دامت حاجته لم تنقضي فلا يقام ويشمل هذا المكان المسجد وفي الدرس في المجلس في البيع والشراء لا تقوم أحد في المجلس في المسجد أو في المجلس تقول قم يا فلان خل فلان جاء من كبار القوم مثلا لا لا يصرح خل نعم لكن هو إذا رأى رجل وقام لوحده هذا حقه أو يأتي شخص أقصد لا يقوم لا يأتي الرجل ويقول يقوم أفلان لأنه مثلا من كبار القبيلة أو من كبار البلد ويجس مكانه هذا ما يجس سواء في المجلس أو في المسجد نعم نقف على هذا إن شاء الله نكمل بعد صلاة المغرب نأريحه شوي ترجمة نانسي قنقر